قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدرونه تضررا وخفية لإن أعجانا من هذه لنكون أم من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومنها كل كر قل الله ينجيكم منها ومنها كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوقكم أو منها تحت أرجولكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بل سمعت انظروا كيف نصريف الآيات لعلهم يفقنون وكذب به قولك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نباء مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوطون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوطوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا وأهما وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسابت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسابوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندلوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إفهدان الله قل أندلوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إفهدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمننا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقوم وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحمط ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفقه الصور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير